من يا عدم شيت للطبيب وحكم علي ميمتكم السكر لي حتى انتي يا ذهبية ماشيت له بعد رسلعة بعد مهرتها وضربتها قط قد تيزين يا عايشك يا اخينا شكليت لعشيه كظهر على طرف شوكولاتة وكعي بيتها حلوة ايه ومورسوا قطو لحقيقة سناخو بزل قطو جيت تشاره والله ما نعرف منين شريوها قالوا لي وانسيت تتلقاها مدام فلينة من الفلتانات شعلين فيها اما شنو قطو يذوب في الفم ذوبين على مهو بنين غمصت الطفلة بنت منتي قلت له نزيدني قديم اخرى ايه وشرب جيزوز ايه ميلة واه لازم هو يجيه قطو بليش جيزوزة لازم كويس ولا اثنين تعدي بيه تيقول ثلاثة يا اخي اوكا حتى هو التحليط لعم حرقص تعالى كيف وش بش نعمله اعطى وننقص كنادع لي يا ربي هو سيدة الحلوة كبساعد وبنين فين تلقاها انتي كعيبة بقلوة غرقة في الشحور ولا توجيه سيدة رمضان كعيبة مخارق بيجة قطر بالعسل بلنا ما يعطيها لك كين المولى اما وليدت يش بش نقول لكم هذا الواحد صحت ومفيه شلع تعرفش كيفاش خلينا نحلو الكتاب على السكر ونحكي لكم كيف العادة على حكايته كاملة البس باسا وش كون زرح السكر نحلو بيه حلو العيد عصدو بيه زجوغو بش يجينا بنيني شارة أو نجد منه سكر الأبيض الذي نستخرجوه من اللفت السكري وفيما منه سكر الأسمر الذي نستخرجوه من قصب السكري ما يقولون له كان السكر في بلادتي في بلادنا تونس الحبيبة نزرعوا اللفت السكري في الشمال ما بين اكتوبر و ديسمبر نجمع الصابة ونهزوها المعمل السكر تشدوا كعيبة اللفت يتغسلوا بالماء يتقصوا طريفات كيف الفريد ويتنفخوا في الماء السخو يسيبوا حلوتهم الكل نصفيوهم ونحيو منهم التفل ينشح تشيشة ويولي كيف يصير وعاقد وحلو وعسل يزيدوا ويستقطروه في الأخير يتحصلوا على السكر الذي كلنا نعرفوه وكانكم تسئلوا على طريقة استخراج السكر الأسمر حطوا في بيلكم اللي هي ما تفرقش تقريبا نفس الطريقة غير شي واحد يعملوهم القصب السكري والاخر من اللفت السكري السكر يا جماعة حكايت وترجع القديم الزماء بكري 6000 سنة قبل الميلاد الهنود كانوا يهرسوا القصب السكري يسخنوه وكيف يبرد يطلع طبيعيا مادة حلو وعسل في هيك الزمان بلوغتهم كما نقولوا بالهندي القديم كانوا يقولوا له سركرة ومنها عاد جات التسميات الحديثة سكر سكر شوغر برا برا عام 326 قبل الميلاد جيوش الإسكندر المقدوني ظدموا على الأراضي الهندية واكتشفوا لأول مرة السكر اجري وافزع اسمع يلي ما سمعتش قالك القصب يصنعوا منه عسل بلايش انحل في هيك الزمان أغلبية الناس ما كانت تعرف كين العسل يحليو بيه لا يعرفوا سكر ولا يعرفوا قصب المفيد من وقتها زراعة القصب انتشرت في بلاد فارس واستخرجوا منه السكر جاتشي من بعد الفضوحات الإسلامية دخلوشي العرب على الفرس وانتشروا على شمال افريقيا انتشرت معاهم زراعة القصب السكري في المنطقة هكي الكل ولا عرب ولا يقول السكر قول ما كليتش الأوروبيين ما كانوش يعرفوا السكر وقتش هيقوا بالحكاية في الحروب الصاليبية المشكلة وين؟ أوروبا باردة تقصها مش لك الكل والقصب السكري يحب التفق في هيك الزمان السكر كان عندهم فال وبهيك الحسبة يجيبوا فيه من العرب شكون كان يقدر عليه كان نعيان البلاد الأمراء والملوك والناس البمبم كانوا أصلا يستعملوا فيها لأساس الدواء ويبيعوا فيها في السبيسيرية تلك الفرماسية متاع هيك الزمان 1492 كريستوف كولومبوس يكتشف القارة الأمريكية والأوروبيين فقوا لفم قارة كم لم يعرفوهاش ناسها ناس زويلة ظدموا عليهم وعملوها مستعمرات قال لك احنا نزل القصب السكري نعملوا سكرنا وحدنا ولم زي العربي وفوق ملكل يمشي ويجيبوا هكي السود مساكن من أفريقيا يستعبدوهم ويحطوهم عابيد يخدموا في مزارع القصب السكري وغيرو ايه كهوعد استهلاك السكر انت شر في أوروبا وملي كان حاجة فيل ولا يعملوا بيه في الحلو خبز القطو مكارون كروسان حتى لين قامت حرب ما بين الانجليز والفرانسيس في أواخ القرن 18 الانجليز سركلوا المستعمرات الفنانسية في امريكا والسلعة معاتش تخرج قامت فرنسا قالت ملا بل بونتو حتى بابور انجليزي ما عنده الحق يدخل سلعة على القارة الاوروبية السيدي قال لك الفرنسيس رقدوا صبحوا لقاولوا رواحهم بليش سكر السكر مقطوع ماذا يحكم في فرنسا في هايك الوقت؟ نابوليون قام عاية للوزراء قالوا مسمعوا لعبادك ليت وجهة على السكر دبر يا وزير ولا راسك يطير قصب سكري مفمش القاولي حاجة اخرى نستخرجوا منها السكر المهم في 1812 بنجامان دوليسير بنكيجي فرنساوي القالحل استخرجوا السكر من نبتة جديدة يقولون لها اللفت السكري نبتة تتزرع وليس لديها مشكل مع تقصي فرنسا بطبيعة نابوليون فرح من عينيه وقال لك حتى علاق لي شيء ومن وقتها يا سيدة البشر على الكرة الارضية يستهلكوا سكر 80% جاء من القصب السكري و20% من اللفت السكري السكر يا جماعة ينتمي العائلة ما هو شي سايب عنده مالي عرش كامل يقولون لهم الكربوهيدرات العائلة هذي الكبيرة فيها السكر وليدعمه وليد خالته نلقاو مثلاً الجلوكوز والفريكتوز اللي هما انواع متاع السكر معمولي من كعيبات موليكولة بسيطة كيف تلسق كعيبة جلوكوز بكعيبة فريكتوز يولي عنا نوع ثالث من السكر حيك السكر الأبيض اللي كلنا نعرفوه نحطه في القهوة اسمه العلمي ساكاروز الجلوكوز والفريكتوز وساكاروز نلقاوهم طبيعياً في العسل الغلة وبعض الخضروات وهو الإنسان ما شاء الله عليه كيف عادته؟ حاطت خشمه في كل شيء لا يستكفل لها الأنواع الثلاثة من السكيكر موجودين طبيعياً في العسل والغيلال أو لك دعنا نستخرجهم ونزيدهم على كيفية في الماكلة بشكلة على ياغورت على مشروبات تقوموا بإمكانهم السكر المضعف ايوه وعندك زادة سكر أخر يقولون له اللاكتوز لا تكون كعيبة غلوكوز لا تكون فيها كعيبة غالاكتوز هذا النوع من السكر نلقاه في الحليب ومشتقاته هالعيلة الكبيرة من كربوهيدرات نلقاه فيها زادة النشويات اللي هما عبارة على كعيبة سكر من نوع غلوكوز لاسقين بعضهم وعاملين كيف الشريطة فيش نلقاههم؟ نلقاههم في الخبز المقارن الكسيكس الروز البطاطا البقوليات الحمص العدس اللوبيا حط في بالك اللي اي حاجة بشتاكلها من عيلة الكربوهيدرات كيف بشتدخل الكرشك جسمك بشيها الضمه ويخرج منها قوالب متع سكر صغار يقولولهم مولاكول متع غلوكوز مقرونا كسكروت بقليوة قيزوز غلوة اللي هو بدنك يقسقصهم الطريفات ويعملهم غلوكوز عليش؟ على خطر الخلايا متاعك خلايا عضلاتك مخك قلبك جواجيك لازمهم غلوكوز يخرجوا منه وحدة طاقة اسمها العلمي ATP مزوط الخلايا على هيك الكربوهيدرات مهمة ومالزمناش نقطعوها جملة تجمشي انتي كرهابتك متصب لهش مزوط جسمك كيف كيف اما بابا العزيز رد بالك الافراط ترهدوني كي انتي بدنك يستحقك عيبتين وغلوكوز وانتي تاكل طرناطا هيك زيد الكل يتخبلكش حي ميت وكل مرة وين عاد؟ مرة كنافر في الكرش مرة الزنود لحناك اللغلوخ وإذا انتي بابا عادة مخماخ ومسايب الماء البطيخ مدفيقة بروحك كان وليت بعرضي وتبدأ عادة رحلة العذاب مع المشاكل الصحية بهي هات ناخده سؤال كيف الكربوهيدرات لكلهم يتحولوا لسكر في الجسم؟ والمشكلة الاساسية جاءة من الافراط لماذا نهار كامل شديدين كان في السكر البيض خائب؟ ماذا تدوني فيه؟ هاو يستخرجون فيه من النباتات وبرك انك لا يتمنى تشايشة بشجرالي شوفوا يا جمعي جنقلكم السكر اللي كنا نعرفوه الطوايبة اللي نضعه في كاس القهوة أبيض ولا أسمر اسمه العلمي ساكاغوز وكما قلت لكم تركيبته الكيميائية هي بيدها تركيبة السكر اللي نلقاوه طبيعيا في الغلة والعسل اما ما هو؟ انت تأكل مغرفة سكر لا تأكل سكر حرفي بخلاف الطاقة لا يوجد منفع بالعكس يزيد يشرب لك ويرزي في طرف المعادن اللي في جسمك بيناميك عيبة الغلة فيها فيتامينات منافع بخلاف الألياف اللي عندهم دور كبير كعبة الطفاح مثلا كيف تاكلها الألياف متاحة تتلكمت على السكر وما تخليه يتعدى فيه سعف الدم تقعد كما نقوله تقتر في السكر بالقطيرة بالقطيرة على فترة طويلة وانتي سيدي اخويا في الأثناء تحس روحك متقنع وما عينك بش تزيد اكيد رأيكم سمعتوا طبط التغذية يقولوا كولوا الغلة صحيحة وما تعصروا هاش لماذا؟ على خطر كيف تعصرها تنحي منها الألياف وتولي كيفها كيف القزوز تظل على السكر فلاش وباقي جيعان هاتش عندك النشويات والمخبوزات زد نفس الحكاية يسميهم سكرولان كيف تاكل انت سحيا كسكسي مثلا الجسم يقعد مديدة باية يهضم ويقصق سوكوال بقوال بصغار وانتي كيف العادة في الأثناء تحس روحك شبعان كرشك معبية وما تقعد ماشي يجايحة الكوجينات مخمخ برا جارة بكوال كعبة بقليوة تبالله خليني ساكتا تلواحد من زيال يوم غطل كعيبة اللولا عينو تبدأ على الثانية وما يقوم كينما يتهنع صحن بعد مضرب خمس آلاف كالوري وكليس سكر عشر سنين القداء وما باشا مصطلحات نسمعوها الدور يقولك مثلا سكر طبيعي سكر غلة سكر مضاف سكر الدقلة هكذا الجمال الحاضرة كما تعود فيها من غير حتى فاهم تقول سكر غلة لا يعملك شيء سكر الدقلة حاجة بريمة صحية 100% تشرب عصير فرشك من غير سكر مضاف لا يا عاد هذا جاتو معمول بالعسل لا يوجد شيء السكر المضاف سكر مضاف سكر مضاف مهما كين مصدروا سكر أبيض أسمر سكر غلة سكر دقلة أو حتى عسل هذو من الكل تزيدهم في ماكلتك يتسميوا سكر مضاف ورد بالك راو مفهمش حاجة اسمها سكر الغلة بهي سكر الغلة إذا خرجتوا من الغلة ولا سكر كيف سكر الكل والمظار والمخاطر هي بيدها سكر الغلة مقبول كيف يبدأ في وسط الغلة كيف تأكلها بالأليا في متاحها و يدوني أفراط كعبة أو كعبتين وهنا عادة جيل مغلطات والغشة متع الشركات المصنعة يا بابا يعمل لك باكو جو يكتب لك عليه بالكبير دون سكر مضاف يعني يوكا زعمة زعمة اشرب عينيك مغمضة حط في بطنك بطي خصيفي جو بلاش سكر وهذا راهو غلط مش صحيح غشة وكذبة عن الناس يخي هو العصير في اللخر ما هو ما مخلط بالسكر المستخرج من هذه الغلة اللي نحاولها أليفها يعني بيعولك في سكر حرفي و يكتبو لك عليه من غير سكر مضاف تقول يا هيا ما السكر اللي في العصير سكر طبيعي بابا العزيز حط في بالك السكيكر الكل طبيعية يخي السكر لا بيضمنين يستخرجوا فيه مو يستخرجوا فيه من لفت السكري النبتة طبيعية مية بالمية بابا العصير بابا العصير ما حكيته العصير لا تفهمين اللي فيه فيتامينات و برشة ما نفع لكن هذا ما يمنعش اللي 80 بالمية منه سكر غلوكوز و فروكتوز و ساكراز بنفس الترتيبة الكيميائية متع السكر البيض والأسمر اه ميلة يجبك تاكل و تقيس مش تضرب شطر حكا قال شنو عصير خلينا نكمن و نحكيه على السكر الدقلة شوكم مغرومين بيها اللي مات اسمع شوف قل لي الدقلة كلها منافة نقول لك صحيح كلها فيتامينات و معادن نقول لك صحيح كعيبة كعيبتين في النهار علش لي بهي؟ أكثر من هكا بشتولي مذرع لكن قولوا على قليلة الحاجة البيهية اللي الدقلة كيف بشتشيحها و ترحيها الأليف والمنافة بش يقعدوا فيها اما رد بالك مش نسمع بيه سكر دقلة تتسايب لازمك بالقانون وتعمل ربي في بالك من لازمكش تنسك كل مغرفة منه قد يأتي من كعبة دقلة وبطبيعة الكلم هذا الكل و حكيته للناس الذين لا يملكون أمراض المرضى بالسكر يجب أن يكبسوا الصنطورة الدوبر و يردوا بالهم مرتين و فهم مشاريحة أخرى من الناس يقول لك انهم قاطعوا السكر و لا يأتي في فمي وهو ظهر بصحنين مقرونة معديهم بالخبز يا والدي يفهم حتى هذو إذا كنتهم في كرشك بش يوليو لك سكر يجب أن تأكل علاقات ما بدنك يستحق إذا أنت بابا العزيز قاعد مراكرك و راقد على أبو مرايفق و ليس لك سبورتيف كلهم يشمشون لك حم كيف هم كيف الحلاوي والسكاكر وتولي تعاني في السمنة ولا يقول سمنة يقول مرض السكري اللطف عليكم يا خيهية كيف تبدأ الحكاية تبدأ بما يسمى مقاومة انسولين ايوه هيك الكلمة التي يعود فيها في فيديوهات التغذية الكل و حتى أحد اللطف لا يحب يقول لنا ما معناها و ليس مشكلة أن تكون ذهبية تعمل تفسر لكم شفت أنت كي تاكل الماكلة من هوني و خاصة كان فيها بزيت كربوهيدرات السكر في الدم يطلع من هوني والسكر هذا يجب أن يمشي شد بلاسته الخلايا تأخو إشحاشتها والبقية يمشي وطرف الكبدة وطرف الشحيمات خلينا في الخلايا موقع لك الخلايا في هبيبان كيف الدم يوصل لها السكر يلقى باب مسكر و يجب أن يفتاح منين نجيبوهم هالمفتح البنكرييس هو الذي يعمل مفتاح صغر اسمهم لانسولين موقع البنكرييس يوصل للإخبار السكر يحضر ارويحته و يخرج هرمون لانسولين هذه المفتاحة الصغر يأتي لانسولين البيب الخالية وضع المفتاح في الكوبة السلام عليكم مدام خالية أنا جبني لكم طرف السكر الخالية تحل الباب تدخل الجلوكوز يعطيك الصحة بارك الله فيك في الماء وبالطريقة هذه الشخص يلقى روحه السكر و يرجع المستويه الطبيعي في الدم ايوه نفترضه تويكل للسيد مخمخ نهار كامل مخلطها مجلطة مغروم بالحلو والجزوز ديما الجادس لا يتحرك ولا يستعرف برياضة يعدي النهار فمه يمغض كيف يكن؟ لانسولين يمشي كيف العادة بشيحل الخالية حط المفتاح شاية الباب لا يستحرك المفتاح لا يستحرك هذه الخالية لا يتشبه لا يستحرك لا يستحرك الخالية قتله لا يخطاني لأننا نبطلها جملة من جرة المخمخ حتى السيستام يجب أن تحلل الباب تبليه هذا يدب براسك السكر السكر لانسولين يمشي مكدس في الدم مفتاح يحل وعشرة وهذا بالضبط ما نسميه مقاومة انسولين مقاومة انسولين يا جماعة تدخل فيها عوامل وراثية لكنها تقعد مرتبطة ارتباط وثيق بالسمنة والوزن الزايد خاصة هذه الشحمات التي تجدها متكوكة في الكرش ما بين الأعضاء المصارن والمعدة والمتريال كامل التي تجدها مغلف بالشحمات قالك الشحم هذا اللطف اخي بما فهم دوني وهو اللي يتسبب في الالتهابات ويخلب السيستام حلين البيبين متى الخلايا والشخص يولي عنده مقاومة انسولين واذا عمل مولادار مش هوني وكمل في التمخميخ البنكرياس اللي قاعد يخدم على قوة جهده بش يعمل انسولين يتنفخ ويتصوته حتى كان جيب فايدة مستوى السكر في الدم يقعد طالع واذا يفوت حد معين الله غالب الشخص يولي مريض بمرض السكر من النوع الثاني ديابات ويليتها حد هكا الانسولين اللي يولي مكدس في الدم ليس مليح قالك يفار عسل كلاوي يولي ويشده الأمليح المعدنية اللطف وهذا يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وانساء يجميع منهم تكييس مبايض ويتسبب في العقب يطلع لي واحد يقول لي ما يخطاني اش مدخلني انا هل تبكش تراع فيك العودة؟ الحمدولة يا رب يناكل السكر قد منحب الجزوز لا يتقطعش وهاني صحصة طار لسمنا لغيرو اه بابا العزيز رد بالك مقاومة الانسولين ومرض السكر مهمش يحكر علي لحيمتهم وافية حتى الناس الجويدة يجموا يطيحوا في نفس المشكل عليش؟ على خطر كانك جويد من البرا ما حالك من الداخل؟ قد من واحد تلقاه مسبوعه كيف العود وهو الشحم الكل من الداخل ما يظهرش عليه هيك الشحم الدوني اللي حكايت لكم عليه يبدأ متلهوث على الأعضاء في وسط الكرش ويعملوا نفس المشاكل مثل عبد السمي من يأتي هذا الشحم المتكوك الدوني؟ قالك يجي من الجزوز وهكي السكريات السريعة اللي في المأكولات المصنعة معناها يا جماعة كيف تلقوها بتشايح قد جيدة وهو يأكل ليسايم أخضر ليبس جزوزة تمشي جزوزة تجي ما تفرحولوش على خاطر حالته تجم تكون أخطر بياسر من هيك الشخص الذي ظهر عليه السمي إثراطم السكر أمراض وبرشة عندك مرض الكبدة المشحمة الفواجعة مرض الزهايمر البحوث العلمية كلهم يقولوا لي فما علاقة ما بين استهلاك السكر ومرض الخرف اللطف عليكم السكر يسوي سسني يعمل التهابات في البدن أمراض القلب وشرايين تحتم الجلدة قالك اسم الله العظيم تكمش بالسكر والإنسان يجلد وتظهر عليه أعراض الشيخوخة المبكرة السكر اللطف حكيته طويلة المتوفيش ونريق الشيح يزيني ما حكيت الحلقة هذه الحلقة الجيدة نكمل لكم نحكي لكم على المحليات ونزيد نفسر لكم ما هو السر وراء عشقنا للسكر هيا توايزي حتى فم ينحس فيها مصاط كما نعمل قهيوة وكعيبة حلوة ليه عاد يجمع عن فدلك ويجدتش عليكم خير عاد بعد اللي حكيته الكل ما زلت اللوجة الحلوة هو راهو الحق الحق مازال عندي طرف مقروض العزيغة يضني بشي تلوح ما خير اللوح مقروض او تلوح من طبيب الطبيب وانتي جلهاوني فين ماشي عملت لايكا بارتاجا خليتشي تعليق صحيت براكملت فرش الحلقة اللي فاتت وارجع مديدها أخرى تتلقى حلقة جديدة وما تنسيش العلوم بالفلاقي ما بعضنا نشو المعرفة